تموضع جديد وتحول تكتيكي اخر في الخارطة العسكرية هكذا يصف قادة عسكريون مجرى المعارك في مختلف جبهات القتال عموما وفي محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي على وجه الخصوص تقدم عسكري وصف بالمباغد قام به الجيش وتوغل خلاله في محافظة صعدة وذلك بعد ان اعلن السيطرة الكاملة على معسكر اللواء 101 فبعد ان كانت المعارك محصورة خلال الاسابيع الماضية على حدود منطقة البقع ها هي اليوم تبدأ بالانتقال صوب مركز مديرية كتاف وفي عمق المحافظة وباقي مديريتها محافظ صعدة هادي طرشان لفت الى ان الايام المقبلة ستشهد تحولا جديدا في العمليات العسكرية والتي ستهدف الى استرداد كامل مديريات المحافظة خصوصا بعد ان استكمل تدريب جزء من القوات العسكرية فيما يرى مراقبون ان شكل المعركة في المستقبل سيكون اشرس بالنظر الى ان الحوثيين يمتلكون خبرة كبيرة في القتال في تلك المناطق اضافة الى تحشيدهم المقاتلين من كافة المحافظات وبالنظر الى طبيعة المعركة وابعادها الجغرافية في هذه المنطقة يقول عسكريون ان العملية تستهدف اولا تأمين منطقة جديدة تتيح التقدم صوب مناطق اوسع ومن ثم العمل على تحجيم نشاط مليشيا الحوثي والمخلوع في المناطق الاخرى تقدم يبدو انه سيؤثر من الناحية الاستراتيجية على المعارك طويلة الامد كما يقول متابعون والاهم من ذلك ان معركة صعدة في حال تم حسمها ستطوي بشكل نهائي عنصر التأثير الذي يمارسه الانقلابيون حاليا في مختلف جبهات القتال المشتعلة اشتركوا في القناة